مباشرة كيفاش طبصيل ديال لوبيا غادي شتت عائلة على قدها طبصيل ديال لوبيا يكا فويلة صغار لوبياوات صغيرين تحطوا فوق طبلة امورا هطرع واحد المشكل شتت كل شي انا تعرفت على واحد السيدة قصد الزاوش وهذه السيدة دي ما بين شرط ديالها اي قتل اياه خلينا نتعارفو مع بعضياتنا كتر ومن بعد ديك الساعة اللي تفاهمنا بسم الله نتوكلوا على الله من النهار تعرفت على السيدة وخرش معها وقلس معها وقدرت معا ماماها وقدرت معا باباها وقدرت معا أخوتها وعائلتها يعني تواصلت معاهم وقلس معاهم ما عرضت عليها ممرة مجوش ما كانت تاشي حاجة كتدل على ان هاد السيدة عنده شي ماضي قبيح والمشكلة انها قارية وهاد خيتي هادي على هاد المشكلة اللي يكزاد وقاع خلاني نفهم باللي روخا عندك مستوى وقاري باك بلوس 17 ولا باك بلوس 18 ولا قاري في جامعة هارفرد ولا في الأخوين راي لما كانش عندك ضامير وأخلاق بينك وبين راسك راي القراية ديالك ما غتوجهكش قرايتك غتنفعك في الخدمة وفي الحياة المهنية ولكن في الحياة الأخلاقية أنا كنعطيكم نصيحة دائما كنوا مع الشخص اللي عنده ضامير غتقول يا كيفاش غندير انا نعرف بليه السيدة دا عنده ضامير راتقدر غيت كون غالس نتويها في قهوة وتبالك شي مرة تعكلات بحلاك يا ولا شي واحد طرع لي شي 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 طارئة ودار هادك الشخص من ذات ورأس وقال مسكين بقى في يناريك وكتمعه كون كتعرف بليدك إنسان عنده ضامير هادك غدا يزؤثر فيه مع الساكنة اللي عزيز عليه راكم فهمتو شو بغيت نوصل لكم يرى انك السيدة دي من هاد المدة كله اللي دو اسمها في ذاك العام مش فتاشي حاجة تدعو للقلق تلفونة دي ما محتوض حدايا تلفوني دي ما محتوض حداها مكينة تشي حاجة في السلوك ديالها تتير الشبوهات زائد انها قتناقش معي المواضيع مفاهمين على حياتنا الزوجية هي كانت تفكر انها تخدم قتلى انا ما بغيتش المرة اللي كتخدم قتلى ما كانت شي مشكل قتلى انت راك فيك الكفاية معانا كان عندي منصيب وكان عندي صالير محترم قتلى انا ما غنخليك ناقصك احتاجي حاجة غير هو الله يجيزك باخير انا ما بغيش خدامه ولا نجيبك تقدم ريالي انتي خددري الواجب ديالك بلا ما نقول للك انا راكي عارفة واجباتك وانا يا واجباتي هي نوفر لك المعيشة الكريمة قتلى هذا هو وكلم الرجال وهذا هو وكلم المعقول صحفي الكلام لا يدعي للشك ولا شي حاجة غدين وقعوه لها زائد ما شي ناكاديا ولا فيها نقير ولا شريطية ولا نخرج القهوات بقدت تعوج في ديك القهوات لا ما عارت ما لا تشي مودك لا مالو ما داروش كاعدة ما فعلوش كاعدة يعني موضوعية بالزعف الصيدة زيت عجبتني وعجبتني كتر عرفت فعل الوالدة دياري تيقوا دائما بإحساس الوالدين غنقولها لكم ونعود نقولها لكم الوالدة هاكا رفرفت اه رفرفت بالكلام قلت لي يا والدي الصراحة ملكتبش عليك أنا قلست مع البنت ناظرانا ويا شي حاجة فيها لداخلك تقولي يا البنت هادي ما ما تصلحش لك ما عرفت يا والدي واش عينها واش حجبانها واش صوتها واش الله أعلم قلت لي لا الوالدة ما ديش عليها رغي اول الكونتاكت بينك وبنرى الله يمعمر هادار صافي منذ ما وقع ذاك البلان والوالدة عندها غد يريكت اعطاتها سلام ناقص اه مش يسلم ناقص ميه ما عطاتهاش يعني قيمة كتر اه الوالدة تقت احساسها وخلت تقار بين الوقر بينها وبين هاديك بين هاديك السيدة ما علينا تزوج بد السيدة هادي في امان الله انا سكنت شوية بعيد عن الوالدة في امان الله ضرف داست مزيانة عرس بالقوام دياله السيدة بقى بنت ما عندها شي ماضي لطير من هادا وطير من هادا داك التقافز ديال القيره هادا ما كانش عندها بدين الحياة الزوجية في امان الله ضربنات قريبا وهاد الان في الحياة الزوجية ما كناش ناوي اللي ولدو قتل اخلي تدوز بعدها واحد ثلاث سنين والاربع سنين تمتعو مع راسنا وكانت بقى صغيرة كانت عندها 22 سنة بقى صغيرة مع راسا ما عنداش تجريبة قتل اخلينا تنعيش ومع راسنا تديري 25 ستة وعشرين بك سعارة حالك يرى انك السيدية ادوزنا العمل اللون ما كانت شي مشكل العمل اللي موراها الوالدك تكن اخبرها الاف داك العام الليول مع الزوج بقي جديد رك عارف كتبك تريح مع المراه داك شي ولا تديري الوالدة ديالي تديري كده بعد مرة تتقولي يا نار غدا مشين نذكرتو حي الشكرة كده كانت علاقتي زوينة بالوالدة ديالي تخيل ماي الوالدة ديالي كانت دائما تطلقى واحد الاستقبال نقص تطلقى واحد الهضراء ممزياناش ودائما كانت تعطيني صورة ميتالية على الزوجة ديالي دائما ما عمر الوالدة الزيال تليفون وقالت لي يا اولدي رأس وقعها سوقعها سوقعها ابدا بعض المرات راك نجي على غفلال طار كرتقول الوالدة ديالي ججمه وكنسمع شي ادراك الدخول كتقول يا وعلي كنا ناسطين وضحكين مع بعدياتنا وتقول مادام ديالي داك شي اللي كتقول سارت الايام وسارت الايام داز تقريبا ثلاث سنوات الوالدة ديالي مقدش كتبغي تجي عني والله تتخلط علي يبدك العياء والدي وخليك مع مرتك وتيقارها مزيان وكذا كتلك ماش قتلي يلا ويلي ابدا ابدا انا والدي الله يديك نعال الشيطان لا 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 مرتك اللي عمرها دار وعزيز علي وكذا ونسيت انا دك شي اللي كانت قتلي عيه في اللول يارانك يا سيدي واحد نهار الوالدة كتموت على اللوبيه كتستعليها تقدر التاكلها ثلاث يام عندك علاجة عندك الضار ورقات اللوبيه يفتلاجة ثلاث يام ويفتلاجة تجبدها وتديرها كانت كاتت تموت عليها يارانك سيدي واحد نهار عيه المادام ديالي انا اجي في العشية كتلاش مصايبتي الغداء كتيرا صايبت غير اللوبيه قتليها صافي مزيل من اللي صايبتي اللوبيه قتليها صافي مات انا كتعجبني اللوبيه هي هديك عيه الوالدة وكانت صايبت اللوبيه بالقديد فهمتي ما كانش العيد ولكن مشات صايبت اللحام وقدت مرتكة تموت على القديدة قتليها قتليها حتى قتلها قتليها مات انت انا فلم تريد مات ان اكل شهور قتليها مات انت good قتليها مات اما اقلت قتليها قتليها انا مزوجا فيك لما خليني خليني عليك في التقار صافي الله الحمد. قلت لها اللغة تمشي معي يا ربي كبير. بقيت علا تديتها. اديتها للدار هي عديك. اه دخلت عندما ذا. قلت لها سخني ذاك اللوبيع. كانت شي الثمانيونز دياللي تقريبا بحلقك. قلت لها سخني معك ذاك اللوبيع. قلت لي يا راما ما غا تكفيناش لنا كاملين. قلت لها سخنها غالموي. امي را كتعجبها ونجبتها ونجبتها. قلت لي او اخا ما كان ينتشي مشكل. هي ديك ناضت ناضت سيدة في اسميته الكوزينة غطي بها ديك هديك اللوبيع بالجديد. عيطت الواليدة بقوت يوشوشوهم في الكوزينة. انا دك سامعت شنو كتكن دير بالضبط ولكن ما كنتش معهم. شوي كان سمعت وشويش كيوشوشوهم مع بعضياتهم دك توشويش ديال التوتور. دخلت انا الكوزينة ونجبتها واضحك صافيه انتي واضحك. انتي قسمي صايبينة ونجبتها واضحك. يرى انك سيدي شوية حسيش بشي حاجة ما هيش. قلت لم يمكنش ذك شي اللي سمعت انا لا يعكس ذك الصورة اللي رقيتهم عليها. قلت لهم دابا ما لكم شو واقع يكلها بس. قلت لك الوال والدة اللي كتهضر. الوالدة اللي كتهضر فقط. قلت لي هكذا قلت لي هكذا قلت لي هكذا قلت لي هكذا اللي سمعت ما هوش. اشنو سمعت. اللي قلوا لي. شي حاجة ما هيش بيناتكم. ويتنقذ المادام. ويتنقذ المادام. قلت لي يا ودبات شي قليل. وانا ما عمني شي واحدة نكيت الشاب اللوبيا. وانا قلت لي يا كأنا رغجين. قلت لي يا واد بامك هذي. وناري ذك امك هذي. تخيني مآية ثلاث سنين وانا ما عمرتي. وامي دائما كتشكرها لي يا. وهي دائما كتقول لي يا زعمة ماماك. كتقول لي يا ماماك. عزيزة لي يا. كتقول لي يا عكوزتي. عكوزتي عزيزة لي يا. ولكن ذكنا قلت لي يا امك. عرفتي ذك امك معت شديد على الميم. ذك امك جيتني بحشي ايهانة. قتلي يومك را تستعت وشتع الشاب اللوبيا وهي عارفة الوليدة كتموت على اللوبيا را تقدر تكون تتلقف و تقول لهم اعطوني معي القادية اللوبيا قتستع لها يرى انو كاسي دي ديك اللحظة فاش قتلي يومك تلي كيفاش ممك شد الأسلوب هدا كيفاش ممك تستعت وشد قتلي يومك صافي كل ما خرجت أنا ما بغتش تصرت لي يدك ممك ممك تستعت حيت كنشوف ممي كيفاش كتتتعامل معه وكيفاش كتتشكرها فمجي حسيس بحلها إيهانة في جهة ممي وتتصرعت ومشيت لعندها قتلي يومك تغوت عليها ونرى ما قلتش كلمة دي لعيب قتلي علش تقولي لي هادل تقولي يومك تستعت ومال أنا كدبت عليك صافي مليه حدا يكترت دمعي فلا درا وننشعلها مع ابو حتى صرفيقها مشعرتش آه غلط وركرها مشعرتش وكل شي إلا ممي إلا ممي ممي مدرت الكوال وممي تقولي لي بك غير زوينة وعليش قتليكم هاتش كله وطروا مع ممي قتليي شي هاشا أنا أجريكم له هادلاء هي مرضاتش دفعت ممي دفعتني أنا الوالدة كتشد فيها على الشيطان ودي ولي ما كانش عليك تضربه وشتاة تستيتي ولي مالك ما قلت شي حاجات قتليها را قتلكوش تستيتي فين عمر كنت يا قلت في شي كلمة خيبة الوالدة ادخلت البيتة سدات عليها بدت كتت تجمع حويجة جمعت باليزة ضربت واحد الفولارف وقراسا وقتلي يا اديني لدارنا الدابة اديني لدارنا قتلي هي اللي ما تتاوتش هي اللي ما تتاوتش يلا طلعي اللور طلعت اللور بقعت ساكتة الطرق كاملة ويا ساكتة الوالدة قتليها قلسي هنا أنا غمشي ونجي وشوف دبا معي هادلك الوالدة دياري هانا جيكم لعطرة مشيت ديتا لدارهم حطيتها في الباب ورجعت قتليها برات كدبا توصلك سالينا سالينا ما كيلا إنه ولا حطيتها قتليها ضبر راسك رجعتاني في حالتي لدار قتلي والدة غنصفت لها براتا قتلي تبت ما تاخدش قرار ونطم عصب خلي تتبرد هادلعصيفة هادي داز تلتي يام ويبقى في دارهم ما حضرت معها ما تكلمت معها ما صفت لها ميساج شوية وياتصفت لها واحد الأوديو في 17 دقيقة واتا اي قيادة ماشي أوديو كتغان قول يا فينا هو الفيديو كليب ام بيطر واهدا موال ديال عبدالوهاب دكالي ولا معتش كونها واداك ولا كتلها دي 17 دقيقة واشتي مصفت علي شي قيصة ديال الراويمة دي ولا شنو دي واشتي لها باس ولا 17 دقيقة مالكا ماتشي يكلا باس ما قدرتش نسمع ديك 17 دقيقة غير من 3 دقيقة اللولة صفي قطعت الاوديو قتلي انتا ومصدقتيش وعيفت الرجال تمدي دكالية هي ما شفتش انها عيفتش شمية ديال العيالات انها قدامي وانا كنشوف تهين ممي تقولي يا ممكرة تستعت وممي كتقولها في كغير زوينة شفتي غد صرفي قطي ما شفتيش نخرج في ممك في الجاة ممي اللي كتقول في كغير كلام زوين يارا انك حالك يا سيدي الوالدة كتلع صفي خديت قراري يا الوالدة خديت قراري لان دكالاوديو ما كانش فيه ولو تقولي يا اناك انا صراحة غلطة راجل ما كانش علي نقول لك قدامك ما كانش علي نقول لك باللي ممك تستعت خسني نحترم العلاقة لك تجمعك نتب بممك ولكن يا راجلي مع الاسف ما كانش عليك تمدل يا يديك لكن معامن هذا الاسلوب هذا معامن سوف يبديت اجراء أدي الاطلاق وذلك شي قتلي الوالدة انا بزوجة فيك وتابعاني وانا بزوجة فيك وبعد لك شبغيتك عليش هتلقاها ودخلي الخواطر تبرد انا قمشي عندنا نظر معاها انا قدنا مرضيش قتلي بربية الوالدة بربية الوالدة وتمشي عندها تنسخط عليك والله لمشيتي عندها وقات غادة الوالدة كاترغب وكاترغب 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 من اللي شافتني مصر قتلي يا واجي نقول لك والتي اجي قل اسمحي قتلي يا هانت راه من نهار تزوجتي بها وكنجي عندك الدار معامن مرهات عملت معي شي بعض المرات كانجيها والدي قتحط لي كاز دياللماء وقددخل تسد عليها في البيت كاز دياللماء وشانا الجوش وشانا يا خروف غطت تدبحوني للعيد قتجي قتحط لي يا كاز دياللماء ودخلت تسد عليها في البيت ما كاتهضر معايا ما كاتتكلم انا كانجي علاقب لك والدي وراكش شي مؤخرا ما بقيتش كانجي باش تبقى علاقتكم زوينة راه من نهارا والدي تزوجي بها ما تصرفات معايا زوين وانا دائما كانعتك عليها صورة زوينة باش تبقى علاقتك بمرتك زوينة ما بغيتش نتخلق لك مشاكين بما اني نشتكا والدي مصر لانك تلقى حيث عرفتها لحق يكتاب بوحدك بلا ما نحرضك انا ولا نقول لك هانتشتكوشي لعينك الوليدة زيت وراتني كونفرساسيون في الواتساب الاوديوات اللي كاتصفت لها وما عمر الوليدة وراتني ولو اوديو واحد ولو اوديو واحد ولا كتابة والسكيرين دائما كتشكرها لي دائما دائما وواحد الاوديو اللي اتصر فيه بزاف لواليدة كتجعد نمر رمر فهمتشي وواحد اوديو قتليها راها كان بغير ناخد راحتي مع راجلي وما عمر الوليدة زي ما بدت عندي الا دا كنالي جبتت تكون لوبيا بحل ربي قليسير بدخط على ممك جيبار كنشي حويش كيوقعو ما في خباركش وفعلا طلقتها جاب الله مولدتش معاها طلقتها وجيت تترغب وتتزوج من بعد وانا غلطت وسباها تترغب ما تترغب عائلتها ابنة خالتها كل شي كي عيط سيدا عدد ضربوها الحيوات اب ربي ما نعقل عليها وانا دا براي نجوش حاليا مع عطيب خلق الله وانا من هذا المين برتا نقول لها انتي نعمة عطاها لي يا سيدا ربي ما عمرني نعاوض منفرط فيك ما نفرطش فيك ولو نفرط في عيني وما نفرطش فيها لانا من ساعتها بينات لي على الطينة ديالها كانت ادي قصتي وكان شكركم بزافة الاستماع وانتمنى تكون في عشاء عبرة لكم اشتركوا في القناة